ازايكم يا مواليد برج السرطان يارب اتكونوا بخير انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج توقعات برج السرطان ليوم الاثنين اربعة وعشرين يناير كانون التاني الفين اتنين وعشرين بالنسبة لك النهاردة يا سرطان انت شخصة هتكون حازم جدا بمجرد انك تقوم باي مهمة اليوم وهتنهيها تماما بدقة متنهية علشان كده ما تؤمنش باللي بيقول للاخرين يمكنك انك تفعل ما لا تستطيع الاخرين فعله ولده هتقف فوقهم كلهم حافظ على الموقف دايما ودع رؤيتك تصل لابعد الوجهات اللي لا تستطيع الاخرين حتى انهم يحلموا بيها بالنسبة لك عاطفيا ان الفوز بجدل مختلف تماما عن الفوز بالقلب ممكن تكون لديك موهبة علشان تثبت وجهة نظرك لكن ده ممكن يزعل منك حبيبك امنح حبك فرصة علشان يفوز في الجدل ده دع حبك حتى يقرأ افكارك عندما لا تقول شيء ساعد حبك من خلال انه يتخذ بعض الخطوات الاضافية وهيقدر شريكك تحركاتك الدقيقة تجاهه بالنسبة لك مهنيا يجب انك تظل في حالة تأهم او حتى تمر متمرد لو لازم الامر من اجل مصلحتك الخاصة اولئك الذين يبدو انهم اكثر استنارة اليوم ودارية ممكن يرتكبوا اخطاء يصعب اضطراج عنها اليوم وهيقدر الالتزام بامرهم الا انهم يجعلهم يصطادوا في المياه العكرة ايضا ويبدو الان ان نفقاتك هتكون تحت السيطرة وده ما كنت بتتوقليه من فترة طويلة انك توصل للحد ده بالنسبة لك صحيا هتتوخى الحضر علشان تتجانب الحمادث وحتى الاصابات اليوم اللي ممكن تحصل لان حتى الاصابات الصغيرة ممكن انها تصبح خطيرة الان ممكن تحتاج الى استشاري الطبيب حتى لكن على اي حال يجب انك ما تتركش اي مرض جسدي من دون علاج ده مجرد مرحلة مؤقتة والعنية الكافية بصحتك هتك تعشوط طويل جدا نخوة تجنب المشكلات الصحية الخطيرة اللي هتحصل في المستقبل بالنسبة لك برج السرطان ده قاعد العشرية الاولى موليد 21 يونيو للتين يوليو بيتنبأ باقتراب وقوع مشاكل غير متوقعة وتحفيزك على حلها هيكون اصعب من المعتاد فما تيقس واعصر على بدائل وتساءل ايضا لأي درجة ستصار تلك المشاكل سلبية عليك شخصيا من الافضل انك تنتظر وتسمح بان تجد المشكلة طريقة للحل بمفردها اليوم بالنسبة لتوقعات العشرية التانية موليد 4 3 يوليو للـ 12 يوليو لأول مرة خانتك الأضماط السلوكية الاعتيادية الخاصة فيك ووضعتك في مواقف حرجة استراتيجية الحلول اللي انت بتنتهجها في المعتاد مش هتحسن من الأمور مهما حاولت مرارا وتكرارا كنوع من التغيير حاول انك تتخلى عن الأضماط الاعتيادية وانك تاخد منها جديد علشان تقوم بتغيير حاسم وهيكون المخرج للمواقف والمشاكل المستعصية عندك نسبة لتوقعات العشرية التالتة موليد 13 يوليو للـ 22 يوليو هناك تنبؤ بقدوم فترة اختبار حما فتعامل معها بتفاؤل وصلت في إمكانياتك الزاتية وما تتأثرش بأراء الآخرين وما تجعلهاش تحيدك عن معتقداتك بدلا من دا استغناء المواجهة علشان تلاقي الدعم للحجج والمؤيدة لموقفك ممكن تكتشف فرصة أو فرصتين علشان تحسن الأمور بالنسبة لحركة الجواكب اليوم بينتقل المريخ لبارج الجادي في الصباح وهي عبر العلامة حتى السيدس من مارس لليوم المريخ في الجادي وهو طاقة معتمدة ومستمرة وصدقة جداً وهنكون نحن في انتظار المستقبل والعواقب قبل أننا ناخد إجراء خلال الفترة دي هنكون بطئين في الغضب ولكن يمكن أن يكون بردين لو شعرنا بالأحباط جانب الظل للمريخ في بورج الجادي هو الصلابة أو المادية المفرطة حتى بيقضى القمر معظم اليوم في علامة بورج الميزان المتوازن وبعد ده هيتجه لبورج العقرب الأدراكي بتشير محاذات بلوتو واليوم إلى زيادة الالتزام أو الشدة العطفية وهيحدث القمر مع الجانب الأخير للقمر قبل تغيير العلامة بيدخل بورج العقرب في المساء وبكده بنكون وصلنا لأخر الفيديو لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك ولو لسه مشتركتوش أنتم مستنين إيه اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معي أنا بكبر بيكم ودعمكم لي